يعني في واحد شفته ماسك ورقة شاب أنا بص أنا بره بره بقول أنا مش عدو بس أنا مش فاكر اللي يفطى دي إيه أنا كم واحد يعني الرجل اللي رفع يفطى بقول أنا مش أنا مش حات أيوة أنا مش حات أنا مش مش حات أنا مش متسول بس ممعيش ألوفات أعمل عضوية ممكن تسلفني صوتك للخطيب إيه العبقرية بتاع الشعب ده تمشجع أو تسلفني صوتك لأي حد شوف العبقرية أنا ما عنديش ألوفات أعمل عضوية تسلفني صوتك وعايش يقدي دوره هو الرجل عادي يقدي دوره طب خد ذلك بقى قابلني جوا ده نازل مخصوص عشان يوقف في الوقفة دي قابلني جوا النادي بالليل شاب قال لي اسمه أحمد منصور أو محمد منصور قال لي أنا من أسوان قلت له أنت أقضوا هنا قال لي لا قال لا والله طب أنت جاي كده إزاي قال لي أنا من ليلة أول مبارح من ليلة أول مبارح بايت عند الكرشك اللي قدام النادي يا خبر بات على الرصية الشارع في البرج طير وانت دخلت هنا إزاي قال لي الفجر لقيت الناس اللي مع المهندس محمود طهر مدخلين يوفط اليوفط والحاجات فعملت نفسي عامل ودخلت الحاجة معاه وقعدت جوا قاعد عشان الخطيب يومين في الشارع وجاي من أسوان والله طب أنت ياب قال لي أنا يعني احنا هزعل لو الخطيب حصل له حاجة بصرف النظر يعني بص هو جاي من أسوان عنده مبدأ شوف يوصل بيه عشقه للأهلي ويتسلل ويشيل ويدخل لا يقعدوا من في الشارع سيب تسلل ايه مين يقدر يقعدوا من في الشارع يعني آهو آهو أنا مش شحات أنا مش شحات والله أنا بس مش معايا ألاف أعمل عضوية وعايزك تسلفني صوتك طب صورة دي مش تهزك مش تخليك عندك مسئولية ونت عيد ونادي وانت كمان عيد ومجلس إدارة لما ربنا طبعا مش عشان الناس دي بالضبط يجب أنك انت تتفي بكل موعد ايه ولما كنت بقول الأهلي لا يضار من خارجه ولكن دائما وأنت تتخذ القرار عينك على جمهورك ولما اتاخذ السلوجن بتاع صوتك يساوي ألف اه صوتك بألف وإحنا قلنا لا يساوي ألفين اتفع اه كان في هي ده عشان الناس دي ايه انت داخل تمثل الناس دي ايه بس في حتة الجمهور والأعضاء محاولة الفصل بينهم كانت محاولة اللي عملها ما أراش تاريخ الأهلي وما افتكرش تجارب الرئيس النجم وكابتن صالح سليم لما كان بينجح ولا كابتن حسن حمدل لما كان بينجح اعتبار نجوم الكورة يعني ده ما كانش رغبة جمهورية يعني مصر لو كانت هتقدر تخرج كلها عشان تيجي تنتخب صالح سليم هتيجي تنتخبه ومصر كلها لو لها صوت هتيجي تدي كابتن حسن حمدل ومصر كلها لما الخطيب ترشح الكل بقى عنده هذه الرغبة الناس في الصعيد أنا عندي تفاصيل لناس في الصعيد كانت معاصرة انتخابات الأهل وعيشها على عصابها هم عايزين الناس دي ليه على عصابها عايزينهم ليه عشان لعيبة كرة كويسين لا هي حبت فيه النادي الأهلي حبت فيه ما يجسده النادي الأهلي داخل شخصية بالضبط الصيدان مهم جدا مش أي واحد محبوب يتقال عليه رمز أي وا الرمز هو الذي يجسد قيم النادي الأهلي والناس ما تشوفه تفتكر النادي الأهلي يختازل القيمة في شخصه وهو بيبقى ماشي في الشارع في المطعم في أي حت يبقى عارف ان عليه مسئولية ان يعبر عن نادي الأهلي بما يليق به ما يسيبش نفسه يتصرف تصرف زغير